السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشخباركم لا بس كديرين اتمنى تكونوا باخر وعلى خير مرحبا بكم معنا مرة اخرى في مطبخ الاخوات اليوم كما تشوفوا سنحضروا معكم غراتين بالشيف لور كي يأتي صراحة رائع بزيف تابعوا معنا الوصفة من الاول حتى الاخر وانتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن دان الجامعة كمال عدة لا تنسوش اللي لايك ولا تنسوش تابونه وما تنسوش تبرتاجوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء نبدو على بركة الله دابا غادي نوجدو الشرمولة ديال الشيف لور اللي هو دايج اطلقناه في الماء والملحة عدنا هنا القصبر مع الدنوس اضفنا عليه شوية ديال الكامون تحميرا او البابريكا شوية ديال السودانية او الفلفل الحار دابا غادي نزيدو عليه الخرقوم البلدي او الكوركم وكا اضافة غادي نضيفو هنا الخرقوم ملوين استيناعي يعني كي بخا غير اضافة ممكن انكم تضيفوه ممكن انكم مديروش نعود المقادير عدنا هنا القصبر مع الدنوس عدنا التحميرا او البابريكا عدنا شوية ديال كامون شوية ديال فلفل حار اولا السودانية عدنا الخرقوم البلدي وعدنا ملوين استيناعي اللي كي بقى اختياري وده بغادي نضيفوه نصمع القاديل توم اللي هو بودرة اللي كي اعطيو احد الدليل اللي هي زوينة بزف عدنا المقادير هنا غادي نخلطوهم بشوية ديال الزيت تقريبا ربع كاس ديال الزيت غادي نخلطوهم معهم باش ينساجموا جميع العناصير وغادي نشرملو الشفلور ديالنا اللي ديجا كما قلت لكم ديجا سلقنا في المول ملحة غادي نشرموا جميع القيطاع ديال هادا ديال الشفلور وكما كنت لاحظون بالنسبة للملحة حيث هو سلقنا بالماء والملحة درنا غير واحد شوية كما كنت شرموا جميع وغادي نحطوه على جنب بالنسبة للعطرية حيث كانت تتقيلها شوية غادي ندفع عليها شوية غير شوية ديال الماء كما كنت شرموا معايا وغادي نشرملوهم جميع حيث جاني بحالة تتقيل شوية أفضلت أنا غادي نزيد عليه شوية ديال ما بش العناصر كل كتنساجم غادي نشرملو يعني وحيدة بوحيدة وكنحطوه مباشرة في هذا الطبق ديال اللي غادي ندخلوه الفران كما قلت لكم هاد القراتان يعني كغني على للحام ولا على الدجاج صراحة كيجين ديد بزاف كان دهنو هنا اللي غادي تتدخلوه الفران إما يكون معديني أو لا يكون بحالة كدهنو بزيت وكتحطوه يعني اللي شرمتها كتحطوه مباشرة في الطبق اللي غادي ندخلوه الفران كما قلت لكم دائما كنحاولو أنا ننوعه لكم في الأطباق يعني بشكل واحد ما كيبقاش دائما على نفس الطبق يعني كل مرة الواحد قد مجدد حتى الوليدات سيكون عنده واحد يعني كتكون واحد واحد الاغراءة الوليدات بش كي يكلوه ودي طريقة زوينة بش يعني طريقة جديدة بنسبة للناس اللي مكي يكلوش الشي فلور بطريقة العادية لابا غادي نجدو لصوص بشاميل لعدنا هنا معلقة كبيرة ديال الزبدة كندون دوبوها ومبعد كنضيفو عليها جوج ديال معلقة ديال بحين وكم دون خلطوها مزيان بهذا بالخوي وعاد كنضيفو عليها الحليب بالنسبة للصوص بشاميل يعني انتو ما لحسب القراتاني غادي يتألكتو عندكم القراتان كبير ممكن انكم استعملوا حتيطروا ديال الحليب نستطروا اول حتيطروا ديال الحليب هنا ازدنا كما كنت شوفوا عندنا المليحة جزنا شوية ديال البزار وزدنا عليها القوزة او الجوز الطيب وكنتخليوها تتولي بهذا القاوام هذا وكن نحطوه على جنب انتو ما كنشوفوا هوا القاوام ديالها رهي اواجده ديبا غادي نضيفو لاصوس بشاميل فوق الشفلور اللي ديجا شرملتوا قدامكم يعني صدقوني هاد الوصفة صراحة كجيلديدة بزاف وبرتاجوا مع الالو الأصدقاء باش دائما الفائدة كتعمل جميع وما تنسوش اللي لايك وما تنسوش اللي كومنتي زوينة صراحة كتعطينا الدافع باش كنعطوكم كتر وكتر وبالنسبة للناس اللي في شاهدوا الفيديو لأول مرة ما تنسوش تضغطوا على زير الاشتراك على زير الجرس باش وصلكم كل جديد من بعد ما قدرنا هذا اللاسوس بشاميل غادي نضيفو الفروماج اللي نخلط الفروماج الحمر مع شوية ديال موزاريلا اللي تايا كتعطي واحد لو قولي هو زوين غادي نضيروا واحد الجزء في الأول قبل ما غادي نخشوفوا الفران حتى تقرب طيب وعد غادي نضيفوا واحد شوية آخر كما كتشوفوا بالنسبة للحيثة ترى اللي شيف لورده براه موجود كان عندنا واحد شيف لورده كبيرا يعني هذا مول واحد ما قدناش يعني استقنادرنا جوج ديال اللي مول كما كتشوفوا يعني كتجي غادي وصراحة زوينة يعني كتغنيك على اللحام وكتغنيك على الحواج الخرين كما كتشوفوا الغادي ودينها هي قريبة توجد كيجي صراحة كيجي طبق رائع طبق مختلف على الطريقة اللي كان نوجدو بها في العادة الشيف لور كما كتشوفوا الطبق ديالنا هو واجد اللون ديالو صراحة الشكل ديالو كيجي غزال ولكن ما دقت يجي روعة وجدوه للاهل ديالكم وأنا متأكدة بأنه غد يعجبكم بزاف كما كتشوفوا يعني ممكن أنكم تاكلوا يتكد سخون ولحتى تبارد يعني كيكون زبين دائما كنأكد بأنه بالنسبة لهذا يعني دائما كتشوفوا أنكم تنوعوا خاصة بالنسبة للناس اللي ما كييكلوش الخضراء بزاف كتحاولوا أنكم تنوعوا يعني الأطباق باش كيغريهم باش أنهم كيأكلوا أنتم ممكن تشوفوا طبق ديالنا راهواجد شكل ديالو كيجي روعة المادق ديالو كيجي غزال بزاف كيجي ابنين بزاف نتمنى إن شاء الله يعجبكم وجربوه وجدوه الوليدة ديالكم وجدوه العائلة ديالكم إما توجدوه يعني كطبق جانبي أو لم وجدوه كوصفة يعني كطبق رئيسي يعني سواء كان طبق رئيسي أولا غير وصفة جانبية كيجي صراحة كيجي لديد بزاف انتم كما تشوفوا صراحة المندر يعني ما درنا فيه لابد كما كشتوا ما درنا يعني كاي اللي كيدير فيه البيد حنا ما درنا فيه لابد لتشي حاجة غير شرمنا درنا نودك تشرميلا ودرنا لاصوس بيشاميل والفروماج فقط يعني ما دفنا عليه تشي حاجة أخرى كيما كتشوفوا الطبق ديالنا راهواجد وجدوا الوليداتكم نقدموه اليوم بصحة والراحة انتمنوا ان شاء الله الفيديو ديالنا يعجبكم انتمنوا ان شاء الله الفيديوات اللي قدمنا لكم والفيديوات ان شاء الله اللي كان وعدكم انكم نقدموها في المستقبلا يعني يعجبوكم بزاف انتمنوا ان شاء الله نكونوا خفاف على قلوبكم وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله مع السلام